السلام عليكم اليوم نتناول سويا جديد مساعد جوجل شخصي الذي لا يكاد ينتهي موازاتا مع ما يعرف بالاختصارات سيري عند أبل هناك اختصارات جوجل إن صح التعبير غير أن هذا الأخير سماها مسمى آخر قبل ذلك أعرج رفقتكم على جديد آخر لمساعد جوجل شخصية تمثل في إمكانية اختيار الأصوات دون إطالة نمر مباشرة إلى إعدادات مساعد جوجل وأسهل طريقة لذلك هو الولوج عبر تطبيق جوجل هذا تطبيق جوجل للبحث ثم الضغط على تبويب فوريو أو بغفو أو لكم ثم الضغط في الأعلى على إعدادات ثم الضغط على تبويب أسيستنت إذن تعمدت اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولى واللغة الفرنسية كلغة ثانية المساعد جوجل يعني يتيح لك الاختيار ما بين الأصوات باعتبار اللغة الأولى بالنسبة للفرنسية تم إضافة صوت واحد يتيم ليصبح هناك صوتان أحدهما أنثوي والآخر ذكوري أما بالنسبة للإنجليزية فالوضع مختلف إذن في الاختيار الأول هناك اختيار اللغة بعض اللغات قد تختارونها كلغة أولى ولا تجدون هذا التنوع في الأصوات إذن الاختيار الثاني هو المتعلق بالأصوات لاحظوا إذن ها هي مجموعة من الأصوات وقد ميزت قلت قد ميزت جوجل كل صوتين بلونين معين بالنسبة للفرنسية يعني الصوت باللون الأحمر وآخر بالبرتقالي والإنجليزية لنتجول سويا ضمن هذه الأصوات الصوت الأول سمعتم إليها هو الثاني إذن ترجمة eradين الثانية إذن بتغيير اللغة الفرنسية لاحظوا هناك صوتاني هذا الصوت للإشارة فإن هذه الأصوات تظهر حسب اختيار الجهاز في الأسفل يمكنكم اختيار الجهاز هل هو الهاتف أم أجهزة جوجل أخرى وتختلف الأصوات حسب اختيار الجهاز إذن هذا ما يتعلق بالجديد الجديد الثاني متعلق بما سمته جوجل الروتين الأشغال اليومية أو المهام اليومية التي يقوم بها كل منا جعلت لها جوجل اختصارات إن صح التعبير إذن ها هي مجموعة من الروتينات بالنسبة للروتين الأول يتعلق بالاستيقاظ قد قمت بإعداده سلافا بشكل أشرت فيه على ما أردت ولم أؤشر على ما لم أريد يمكنكم فعل ذلك بكل سهولة كما يمكنكم أن تضيفوا مهاما جديدة داخل مهام الاستيقاظ وهذه المهام الجديدة إما تكتبوها كتابة أو تختاروها ضمن المهام الأكثر شعبية ولا تنسوا في النهاية أن تضغطوا على إضافة ثم تسجيل فرضا مثلا أنك تريد أن تضيف هذه المهمة وتضغط في النهاية على إضافة ثم تضغط على تسجيل هكذا يكفي أن أنادي جوجل عبر هاتفي بكلمة واحدة فأقول أوكي جوجل السلام عليكم كما لاحظتم من خلال هذه المهمة حياني جوجل وتمنى ليوما سعيدا وبدأ في تزويدي بالأخبار ليقوم بذلك بمجموعة من المهام التي أوقفتها اختصارا للوقت كإطلاعك على أحوال الطاقس وإخبارك بحركة المرور حالة حركة المرور بين مقر سكناك ومقر عملك وكل مهام التي يمكنك إضافتها عبر الدخول الحيز الذي أشرت إليه من الإعدادات إلى لقاء آخر في موضوع آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة